بالنسبة للناس اللي بتشرب قهوة لأن أحياناً القهوة بيكون لها ارتباط بفكرة خروج المياه الكتير اللي موجودة في الجسم أيه مظبوظة فهل تناول القهوة ليه معدل طبيعي اللي أنا قدر أتناوله في اليوم ولا عادي بكميات مفتوحة القهوة على قد ما احنا بنقول إن هي لها مشاكل خلاص ورافع ضغط الدم والكلام ده إلا ليه إلا إنها لها فوض تويدها أكبر آه لها فوض زي الشاي يجي يقولك الشاي فيه مشاكل آه فيه مشاكل لكن فوض فوض الشاي أكتر من إيه من ضرر طب القهوة حادتك بتقول إيه إن هي ديوريتك يعني إيه عبارة عن إيه بتخلي الإنسان يروح الحمام عطول كافيين اللي موجود فيها بيخلي الإنسان يروح لإيه الحمام عطول طب أتناول كمية كبيرة ولا تناول كمية ألي يعني في إنجان الصبح أو في إنجان آخر النهار مش هبقى فيه مشكلة خلاص لأن نسبة كافيين في القهوة تسعين ميلي جرام في الفنجان لكن نسبة الكافيين في الشاي تلاتين ميلي جرام تلاتين ميلي جرام طيب هل الكافيين ده بيأثر آه بيأثر هيخليك تصحصح آه هيخليك تصحصح هل هيدوب حبة من الكالسوم ويأثر على العظام آه يبقى أنا إيه ما قطرش من إيه من تناول القهوة طب هيخليك تخش تروح الحمام كتير وبالتالي هنا هل هتخرج مية نفكر بقى مع بعض هل أنا هتخرج مية لا ده أنا هتخرج مية وأملح معدنية صحيح زي مريض السكر يعني نفسي من ضمن التشخيصات اللي هي أو التحاليل المطلوبة لمريض السكر ما يقدرش اللي إيه السكر اللي صايم وفاطر والتراكم وكبس لا ده انت أقدرلي كمان الكالسوم والإيه والفوسفور شوف العظم بقى بتاعه يعمل إيه وجعلنا من الماء كل شيء حقا طبعا عشان كده لابد الحفاظ على نسبة تناول المياه بشكل مواتدل ويمكن حاليك قلت النسبة المواتدلة المطلوبة لكل إنسان من 2.5 لتر ليه 3 لتر لازم اللي احنا نحافظ على هذه النسبة عشان خاطر اللي احنا نتجنب ونتقي الوقوع فيه يعني حالات صحية متدهورة